السلام عليكم مرحبا بكم معي تمنى تكونوا بخير وعلى خير وفصحة جيدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم واحد الوصفة بالتمر من اروع الوصفات اللي جربت ونجحت معي وبغيت نتقسمها معكم باش تستفدوا منها ويستفدوا جميع طبيعة الحال فإلى اعجبكم هات الفيديو والبنات لا تنسونيش من لايك ديالكم تعليقاتكم لك تشجعني على العطاء وعلى المزيد وكذلك ما تنسوش تابعوني على انستغرام والناس اللي يزوروا القناة لأول مرة لا تنسوش تشتركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بقول جديد ونبدأوا على بركتي الله هناك فيما كتشوفو خديت تسعود ديال التمرات من الحجم الكبير اللي كانت بتحهم وتنزول لهم العظم ديالهم من البعد غدي نوضعهم في واحد الكاس وغدي نضيف لهم ثلاثة ديال البيضات بالديات فأنا هنا كنحاول نبتكر وصفات لهم صحيين بالنسبة للناس اللي عندهم امراض مزمنة واللي هم بحالي بطبيعة الحال فهذا الشيء يعني أنا بعض المرات كان بغيش حاجة ليهي حلوة فكنحاول نبتكر وصفة لتكون اقل ضرر هناك فيما كتشوفو كان نستعمل البيض البلدي وضروري البنات لبيض البلدي يعني نفقسو كله وحده بوحده لانه تكون فيه الخاصر فالوصفة بسيطة ولكن نتيجة طوب نتيجة تحفى البنات كنضيف اكتر من الناس في كأس من زيت الزيتون كأس ديال الماء وكنتحن المكونات مع بعضها جيداً معنا قبل تتمر هكذا بشك يستحن مزيان كنوضع الخليط في احد زلافة او في احد البول ونضيف الدقيق هنا كنضيف الدقيق ديال الضارة ممكن تضيفه البنات القمح الكامل كتغرب له تحيدو منه شوية ديالنخالة وكتضيفوه ثم كنضيف خمارة من فئة سبعة جرام وجوج اكياس من البودرة الكاكاو فهذا الشيء اللاج قلت لكم البنات بأن الوصفة هي صحية 90% فمشي مئة في مئة ولكن يعني سنقلبوه على الحاجة لك تكون شوية اقل ضرر سنقوم بدخل الدقيق مع الشوكولات أو الخميرة الكيموية وسندخل الدقيق في السوائل شكراً 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 نضيفه ثم نضيف ماتة بقى من هات الزلافة تقريباً هات الزلافة لديها 250 غرام من الدقيق فارنسو معينكم ميزانكم لأنه لما كتحتو طب الخالط بده كتقل سوف تحبسه من دقيق باش ت platين نضيف ملحة صغيرة من البيكاربونات السود مع ملحة كبيرة من خلط طعام نضيف ملحة كبيرة من البيكاربونات السودرة نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة كبيرة نضيف ملحة كبيرة نضيف ملحة بجموحة كبيرة نضيف ملحة كبيرة نضيف ملحة كبيرة نضيف ملحة أرض ثم نضعها في الشبكة نقلبها في الشبكة نقلبها على الجهة القرى نضعها حتى تبرد و نضعها في الشبكة بالنسبة للزينا البنات فقط انا اخذت القرقاع الي ضقيته وهنا عندي العسل الحر طبيعي نرشها به و ضروري البنات اتدلو لها العسل حتى تبرد لانا الوضعتو فيها العسل وهي ساخنة فغدي تشربو و مغديش يقبط لكم هذا القرقاع ملي غدي تجيو زينو به الوجه ديال كيك ديالكم فانا هنا وضعت تقريبا 1 جمع القديل العسل الطبيعي و كان دهنها مزيان دهنه الوجه ديالها ثم غدي نرشها بالقرقاع المهرمش بالنسبة للقرقاع أنا ساخنته شوية سهدته فران شوية باش كيعطي واحد الماضاق و نزيل لها الوجه ديالها و نحصل لها البنات على واحد الكيكة روعة أنا بعدها غدي ناكلها بكل فراح لانني ما كان بغيش ناكلها بكل فراح لانني ما كان بغيش ناكل كيكلي فيهم سكار وفيهم الدقيق ناكل الأبيض و دك شي المهم دهن قطعها لكم والبنات و غدي تشوفوا معي وحد الطريف كيفاش كاتجي فرا كاتجي اسفنجي يومهوية من الداخل شكرا شكرا يا جيدي اللاغ شكرا 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 거 شكرا ز poblاء ما شكرا professional كتشوفوا معايا كتجي مهوية وكتجي لديدة جدا بمدق تمر فانتمنى الفيديونا لإعجاب ديالكم ولأعجبكم البنات ما تنسوش تباق تاجيوه مع الأهل والأحباب باش عمر فائدة ويستفد الجميع وما قليلا إلا نخليكم مع هات الصوار نقول لكم السلام عليكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة